شهدت حركة التخليص على المركبات الكهربائية خلال شهر أيار الماضي تباطؤا بحسب بيان لوزارات المالية الوزارة في بيانها أرجعت هذا التباطؤ إلى النشاط الذي شهدته حركة التخليص على هذه المركبات خلال الثلث الأول من العام الحالي وتوفر أعداد كبيرة منها في معارض البيع متوقعة أن تعود حركة التخليص إلى نشاطها في الربع الأخير من العام الحالي وأقالت الوزارة أن بيانات المنطقة الحرة الأردنية في الزرقاء أظهرت ارتفاع عدد السيارات التي تم التخلص عليها لنهاية شهر نيسان الماضي إلى 3300 مركبة كهربائية مقارنة مع 1600 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 106% بسبب الاستفادة من تمديد إعفاء السيارات الكهربائية لأربعة أشهر وفرق الرسوم والتي انتهت في الثلاثين من نيسان الماضي